موسيقى الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية لفرع جامعة الملك سلمان بشارم الشيخ موسيقى الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية بالدراجة فقر اليوم بمدينة شارم الشيخ موسيقى موسيقى مصر تستضيف اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والامن والسلامة الافريقية بالعاصمة الادارية الجديدة موسيقى الخامسة بتوقيت القاهرة موجز الاخبار من تلفزيون النهار اهلا بكم تفقد الرئيس السيسي صباح اليوم فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شارم الشيخ وذلك بحضور رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير التعليم العالي وعدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء واطلع سيادته على مجمل منشآت فرع الجامعة الوقع على مساحة حوالي 35 فدانة وتضم اربع كليات وهي الالسن واللغة التطبيقية السياحة والضياف العمراء والفنون والتصميم جدير بالذكر ان جامعة الملك سلمان الدولية بدأت عملية انشاؤها في يوليو 2017 ومن المقرر ان تنتهي في مارس 2020 وهي موزعة لثلاث فروع في محافظات جنوب سيناء بمدن الطور وشارم الشيخ ورأس سدر ومن المقرر اضافة خمس كليات اخرى للجامعة في مرحلة مستقبلية بما فيها كليات الطب البشري ومستشفى جامعي بفرع الجامعة الرئيسية بمدينة الطور وكان رئيس عبدالفتح السيسي قد قام فجر اليوم بجولة تفقدزة بالدراجة بمدينة شرم الشيخة وصرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسات الكمهورية وكان رئيس عبدالفتح السيسي والسيدة قرنته شهد مساء امس افتتاح فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة السلام شرم الشيخة وبدأت فعاليات مسرح شباب العالم بمسرحية المحاكمة والتي يشرف عليها المخرج خالد جلالة حيث تناقش قضايا انسانية وتعرض في اطار فني متفرد عن الصراعات التي تواجه البشرية وجاءت المسرحية في اطار افتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يقام مسرح شباب العالم للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم ليكون محورا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات لاستعراض مواهبهم وابداعاتهم أمام شباب العالم ويأتي ذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017 بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف وينطلق اليوم منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويستمر المنتدى حتى السبع عشر من الشهر الجاري وسينقش المنتدى العديد من القضايا المستقبلية والتي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم خاصة ما يتعلق فيها بالتداعيات التغير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة والمسبوقة والتي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف ويدم المنتدى هذا العام نحو أربعين من الشركات التي تعمل في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة وستعرض أعمالها طوال فترة المنتدى ولأول مرة سيتم دعوة مجموعة من المستشارين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال لعقد جلسات فردية مع الشباب من رواد الأعمال تستضيف جمهورية مصر العربية أعمال اللجنة الوزرية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية في المدة من 15 إلى 19 من ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة الأفريقية وترأس الدولة المضيفة لاجتماعات والتي تعقد على ثلاث مستويات تتشكل من الخبراء ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع للخروج بتوصية وعرضها خلال القمة الأفريقية التالية لاعتمادها من دول الاتحاد الأفريقي لتدخل حيز التنفيذ وتأتي استضافة مصر تلك الاجتماعات في ضوء جهود القيادة السياسية لدعم جهود الأمن والاستقرار بالدول الأفريقية خاصة في ظل رأسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019 ختم موجز الأخبار من تلفزيون النهار شكرا للمتابعة وإلى اللقاء